بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب سنوية عامة عشرين وواحد وعشرين. اجمل طلاب في مصر. الجزء الرابع وهو اسئلة القواعد من كتاب جيم. هسيب لك الاسئلة طبعا على الشاشة عشان لو انت الكتاب مش معاك هتلاقي الاسئلة على الشاشة. وروابط كل الاجزاء اللي فاتت كمان هتبقى في الوصف. وروابط اليونتس اللي فاتت كلها هتلاقيها في الوصف. بالتالي هتلاقي حاجات كتيرة جدا في الوصف هتلاقيها هتفيدك ان شاء الله. قبل نبدأ الفيديو ووصيك دايما. ما تنساش تشترك في القناة عشان تتابع معايا كل الفيديوهات اللي احنا نعملها. ما تنساش تفعل الجرس. وكمان ما تنساش تسيب لايك وكومنت عشان لو في اي حاجة انا تحت امركم. الايك والكومنت اكيد بيشجعونا اكيد. وبيخلونا اه ناخد دفع ان احنا نكمل مع بعض ونفضل مع بعض ان شاء الله للتالي امتحان زي ما حنوين. نروح نحل مع بعض ونرجع لبعض تاني. بسم الله الرحمن الرحيم الجملة بتقول. بص هو انا شرحت الجزء ده في الجزء التاني في الواحدة الخامسة وشرحت القاعدة بس سريعا كده هقولك تلخيص اللي انا قلته سريعا. انت عندك في الجملة هنا في زت. طول ما عندك زت يبقى الاختيار بتاعك هيب اما سو يا اما ستش. اوكي? طيب. امت سو امت ستش? لو صفها بس من غير اسم يبقى سو. لو صفها زاد اسم يبقى ستش. يعمى ستش. يعمى ستش اه يعمى ستش ان. ستش بس لو الاسم ده لا يعد او جمع. وصتش ان او ا لو الاسم مفرد. وطبعا بيتحدد ا ولا ان بناء على الصفة دي. الصفة بدأ بحرف متحرك هيبقى ان. ولو بدأ بحرف ساكن هيبقى ا. طبعا هنا علشان صفة واسم والاسم مفرد والصفة بتبدأ بحرف متحرك هيبقى ستش ان. لتر دي. number ذات في الجملة وفي نفس الوقت اسم وصفة يبقى سطش بس لتربيه. الجملة رقم تلاتة نقطة. طبعا لما بتيبقى في اخر الجملة بتبقى معناها ايضا بعد ما اخلص دهان الباثروم وهعمل كتشن ايضا. لتر سي. طبعا عندي صفة واسم. بمعنى ايه? بمعنى ان انا مفروض اختار سو. اكيد لا مش اختار سطش. ليه مستر? لان وانا في الجزء التاني قلتلك في حالات شاس ده في الموضوع ده صحيح ان صفة وبعدها اسم ولكن مش هتختار لان انا قلت ان الاربع صفات اللي معناهم كثير للكمية والعدد. وقليل للكمية والعدد الاربع صفات دول. صحيح بيجي بعدهم اسم? ولكن برضو بياخدوا سو. ودي حالة شاس ده. يبقى بليز ركز عن الموضوع ده. هنختار هنا سو لتر ايه. number 5. she has reached the age of 22. she is not to decide for herself. هنا بقى النص التاني من الجملة عندي كلمة تو. اهي? عندي كلمة تو. وطالما عندي كلمة تو يبقى الاختيار بتاعي هيبقى يا اما تو زائد صفة سلبية وحشة. يا اما صفة حلوة ايجابية زائد enough. اوكي? كويس جدا. انا عندي الصفة هنا في الاختيارات هي كلمة old. old دي صفة حلوة الوحشة لأ حاجة حلوة. يبقى old enough. letter d old enough هي الاجابة الصحيحة. it was not expensive piece of jewelry that it was kept in a safe. expensive piece. اسم وصفة يبقى صطش ان عشان expensive بتبدأ بحرف متحرك. letter b. number 7. it's not nice weather. nice weather. اسم وصفة يبقى صطش. بس يترى صطش ولا صطش ان. weather اسم لا يعد وبالتالي يختار letter c صطش بس. the program had been not organized that it finished in time without delay. انا عندي هنا ذات. فبالتالي وجود ذات بيخليني افكر اقول طالما في ذات يبقى اكيد يا اما سو يا اما صطش. بس ارجانيزت دي صفة بس. صفة من غير اسم. اه يبقى so letter a. so هي لجا بس صحيح. number 9. he wasn't not to face all his responsibilities. عندي في النص التاني. two. اللي هو two face. وبالتالي بنا عندي اما two زي صفة سيئة. يا اما صفة جيدة زي enough. وانا عندي في الاختيارات brave يعني شجاع دي صفة حلوة يبقى brave enough. letter b. it was not for the doctor to do anything. the patient had died. طبعا في النص التاني من الجملة عندي two المصدر. to do. فبالتالي عندي اما two زي صفة وحشة. يا اما صفة جيدة زي enough. ما عنديش في الاختيارات صفة زي ده زي جيدة زي ده نف. عندي late enough. دي صفة وحشة. ما ينفعش اقول late enough. وبالتالي اختار too late. الوقت كان بتاخر اوي بالنسبة للدكتور ان نعمل ايا حاجة لان البيشنت خلاص مات. he speaks not quickly that. على طول. طالما عندي that. وصفة بس. يبقى so. so letter a. number 12. it was not violent match. that. طالما عندي في الجملة that. يبقى عندي اما so. اما such. صفة واسم. مباراة عنيفة. صفة واسم. يبقى انا عندي such هي الاختيار المناسب. بس يا ترى such a ولا such بس. طبعا match مفرد. فبالتالي اختار such a. she has got not many dresses. جماعة اتفقنا. many much. few. little. الاربع حالات الشاس ده دول. صحيح بيجي بعدهم اسم. ولكن هياخدوا so. علشان كده اختار letter d. so. بلال. بلال is not to carry the table. طبعا انا عندي في النص التاني من الجملة to carry two والمصدر وبنان عليه. طالما في two والمصدر يبقى اختار صفة جيدة زائد enough او two زائد صفة سلبية. طبعا strong صفة جيدة وبالتالي اختار strong enough letter c. هو قوي بشكل كفاية انه يحمل الترابيزة. عمر is not to be a basketball player. نفس الكلام. two والمصدر في النص التاني وبالتالي انا عايز صفة ايجابية زائد enough او two زائد صفة سلبية. ما عنديش two زائد صفة سلبية لان tol دي صفة حلوة. فبالتالي اختار tall enough letter a. نمر 60. there were not many people. خلاص. many من الكلمات اللي بتاخد so. so many letter b. it's not stormy weather. stormy weather. stormy صفة وweather اسم يبقى صفة زائد اسم. ولان وزر لا يعد يبسطش بس letter d. shady isn't not to join. النص التاني عندي two والمصدر. يبقى انا عايز اما two زائد صفة سلبية يا اما صفة ايجابية زائد enough. طب الاختيارات عندي كلمة clever دي صفة ايجابية يبقى clever enough. number 19. it's not noisy for me to do my homework. عندك النص التاني من الجملة. to do. to المصدر. يبقى النص الاول. يا اما صفة سلبية زائد. يا اما two زائد صفة سلبية يا اما صفة يجابية زائد نف. طبعا عندي noisy. يبقى too noisy. letter c. عمر lux not to do any further work. عمر يبدو مرهق جدا مش هيقدر يعمل اي عمل اضافي. النص التاني من الجملة two. يبقى انا عندي يا اما two يا اما ينف. طالما عندي الصفة exhausted مرهق. يبقى اختار two. لانها صفة سلبية وحشة. two بتيجي مع الصفات السيئة السلبية. وا enough بتيجي مع الصفات الحلوة الايجابية. number 21. it was not called that we couldn't feel our fingers. called آآ صفة بس. وطبعا بعدها ذات. طالما عندي ذات يبقى انا عايز يا اما so يا اما such. ذات بتخليني اعرف ان فيه او such. بس دي صفة بس. مش صفة واسم. يبقى هو بس. so لانها بتجمع صفة بس. letter a. twenty two. our teacher has not vice z. عندي z. يبقى انا عندي حاجة متنين. يا اما so زائد z صفة. يا اما such زائد صفة زائد اسم. انا عندي هنا وازم طبعا احط معاها loud واحدة من الصفات اللي موجودة من تحت. يبقى صفة زائد اسم يبقى اختار such allowed. letter b. such allowed. number twenty three. all of us are not to see over the wall. over the wall. اوكي. انا عندي في النص التاني من الجملة to see. tool مصدر. يبقى انا عندي اختيار من اتنين. يا اما to زائد صفة. يا اما صفة زائد enough. لو الصفة حلوة هاختار enough. ولو الصفة سيئة هاختار to. بس الصفة وحشة. short. يبقى too short. احنا كلنا قصيرين جدا لدرجة نحن مش هنشوف اللي فوق الحيطة. طارق is not friendly person. friendly person. والنص التاني that. يبقى انا عايز such لان friendly صفة زائد اسم. بس person ده اسم مفرد يبقى such a. letter d. sometimes i work not hard. that i had to work until late at night. عندي في نص التاني من الجملة ذاتي. يبقى عندي اما الاختيار المناسب بتاعي. اما so. يا اما such. وعلشان hard صفة بس ما هاش اسم يبقى so. letter c. there are times when you can't work not to live comfortably. ما تقدرش تعمل hard enough. بشكل hard كفاية انك انت تعيش comfortably. طبعا عشان to في النص التاني من الجملة يبقى اختار يا اما to زائد صفة سيئة. يا اما صفة جيدة زائد enough. وطبعا هارد صفة جيدة فبالتالي hard enough. letter a. i work not long hours. z. من غير ما اكمل الجملة. عندي z. يبقى عندي اما so. يا اما such. بس long hours. صفة زائد اس. يبقى such. letter d. such. وطبعا ال hours جمع. فمش اختار such ايه. اختار such بس. letter d. other freelance workers find doing their accounts not difficult for them to do on their own. عندي في النص التاني من الجملة to do. اللي هي دي. فبالتالي طالما to do. عندي tool المصدر يبقى الاختيار بتاعي بينحصر ما بين enough و to. بس يا ترى difficult ديف صفة سيئة ولا صفة ايجابية. يعني حاجة وحشة ولا حلوة. اكيد حاجة وحشة. وبالتالي اختار to. to مع الصفات السيئة. و enough مع الصفات الايجابية. واصلا enough بتيجي بعد الاسم. يعني اقول لو حاجة مثلا صفة اقول easy enough. easy enough. مش اه الصفة بعد enough. ولكن قبلها. twenty nine. the exercise was not easy that i finished it in two minutes. طبعا زي ما انت شايف عندي في النص التاني من الجملة that. وبناء عليها اختار اما so. بس easy دي صفة بس. فاختار معها so. لترسي. لو ما شفتش الجزء التاني من الحالة اللي انا مشروح فيها القاعدة انصحك انك تشوفها لانها فعلا هتبقى سهل عليك جدا. رامي is not to make very few mistakes. عندي في النص التاني من الجملة to make. to المصدر. وبالتالي هاختار يا اما صفة حلوة زائد enough. يا اما تو زائد صفة سيئة. بس الاختيارات فيها careful. careful يعني حريص. دي حاجة حلوة. فيبال الاختيار صح. careful enough. رامي is careful enough to make very few mistakes. رامي حريص بشكل كفاية انه يعمل اخطاء صغيرة. letter a. the question is not for the little boy to answer. طبعا تو المصدر. تو في النص التاني. to answer. يبقى الاختيار بتاعي اما تو زائد صفة سيئة. يا اما صفة حلوة زائد enough. بس الاختيارات ما فيهاش حاجة حلوة. دي difficult. يبقى تو زائد difficult. تو difficult letter b. it's not amazing. play that you can't miss it. طبعا النص التاني من الجملة ذات. يبقى انت عندك عايز so او such بس amazing play. صفة واسم يبقى such. يطرى such بس. ولا such a ولا such an. اللي بيحكم في الموضوع play. مسرحية. مفرد يبقى such a او an amazing. بيبدأ بحرفه متحرك يبقى such an. يبقى any stars in the sky. طبعا عندك في النص التاني من الجملة. to see. to المصدر. يبقى هتبعد عن so such. وهتركز على enough ولا to. طيب. هنشوف بقى. it wasn't. لم تكن الدنيا ما كانتش ضلمة بشكل كفاية انك تشوف. حد هيقول لي طيب ان مفروض يا مستر انت قلت. to مع الصفات السيئة. ويناف مع الصفات الايجابية. كويس. dark من الصفات الحلوة ولا الوحشة? ضلمة دي. صفة حلوة ولا وحشة? على حسب. انت عايزها ليه? لو هي dark انت مش شايف حاجة هتبقى وحشة. ولو انت dark هنا في الجملة بيقول لك الدنيا ما كانش ضلمة فمش شايفين السماء مش شايفين النجوم. اه هنا بقى علشان تشوف النجوم. dark دي الظلام ده بيبقى صفة ايجابية. حاجة حلوة. هي اللي بتساعدك انك تشوف النجوم. وبالتالي هاعتبرها هنا صفة ايجابية. ما كانش الدنيا ضلمة كفاية انك تقدر تشوف النجوم. فاختار. لان اعتبرتها صفة ايجابية هي اللي هتساعدني ان انا اشوف النجوم. طبعا عندك ذات في الجملة. يبقى فاضل. او هي الاجابة المناسبة. بس ما عنديش هنا اسب هيبقى سو جود. سو جود. لتر دي. it was not long game. long game. صفة واسب. يبقى ساتش او ساتش او ان. بس مفرد يبقى ساتش ا او ان. يبقى الاجابة الصحيحة ساتش ا. علشان لونج ما فيهاش حرف متحرك اما بتبداش حرف متحرك وباختصار كده مفيش ان اصلا. الاجابة الصحيحة لتر بي ساتش ا. ترتي سيفن. ذات سالد was not nice. ذات i will ask the restaurant for the ريسعب. طيب ذات في الجملة. النص التاني. يبقى نعايز ايما سو ايما ساتش. نايس صفة بس يبقى سو. الاستاد كبير بشكل كفايا انه يقدر يشيل خمسين الف متفرج. عندك في نص التاني من الجملة. طو المصدر. يبقى الاختيار بتاعك اينا حرصنا بين طو زاية صفة وحشة او آآ صفة حلوة زادي نف. بس انا عندي في الاختيارات صفة حلوة. ستاد كبير. يبقى بيج نف لتر بي. number 39. two days much not hot to play tenis outside. كويس. انا عندي طو صفة طو المصدر هنعرفها. بس احكاية دي. ينفع حط مطش قبل طو صفة طو المصدر اه. مطش. يعني حر جدا جدا لدرجة انه مش قادر على لعب. انا لما بحط مطش قبل طو صفة طو المصدر بتديني قوة اكتر للصفة. ولكن القاعدة واحدة. طو صفة طو المصدر. عندي في النص التاني من الجملة طو والمصدر. وفي النص الاول هستخدمي اما طو مع الصفة الوحشة اما نف مع الصفة الحلوة. وطبعا صفة سيئة فهستخدم طو. number 40. باختصار ذات في النص التاني من الجملة الصفة بس من غير اسم اللي هي بسو. لترسيها اللي جابة صحيح. اسم وصفة. صفة واسم. فبالتالي يا اما صطش يا اما صطش اا يا اما صطش ان. ركز بقى. مفرد. يبقى كده فاضل صطش اا وصطش ان. لان صطش بس ما تنفعش. صطش بس بتيجي مع الاسم اللي ما بيتعدش او الاسم الجمع. هاختار صطش اا ولا ان? لأ اولد بتبدأ بحرف المتحرك. فعشان كده اختار صطش اا هي اللي جابة الصحيحة. number 42 بتقول النص التاني من الجملة في المصدر. وبالتالي طالما عندك في النص التاني من الجملة المصدر. يبقى انا عايز. يا اما صفة الوحشة يا اما صفة هي تبقى تو. letter b. I wanted to buy a new phone but it was too expensive not me to buy. تو صفة غالي جدا علي انا علشان اشتري. اللي هي for. for me to buy. letter b. على is not intelligent that she bought the exam easily. intelligent صفة بس من غير صفة واسم يبقى صو. طالما صفة فقط اللي هي intelligent يبقى صو. intelligent that. letter a. handi is not strong man that. strong man. صفة زاد اسم. بس الاسم ده مفرد يبقى صطش ا. letter b. هنا didn't feel not to come to school. هنا مش حاسة ان هي ايه علشان تيجي المدرسة. النص التاني من الجملة. طول مصدر. فطالما النص التاني من الجملة طول مصدر يبقى انت عندك اما طو زاد صفة وحشة. يا اما صفة جايدة زاد enough. او ظرف جايد زاد enough. وطبعا دي اللي هي بصحة جايدة يبقى هنا انا هستخدم. letter d حاجة ايجابية. ما هياش تلبية. he has got not little patience. little من الحالات الشازة. little و few ومطش ومني بياخدوا صو على طول. مع ان بعدها اسم. ولكن so. my brother was not intelligent. sorry. my brother was not interested in the match that. interested in ده صفة بس. ما هياش صفة واس. وبالتالي اختار. so letter a. number forty nine. i'm too busy. تو صفة. وبعدها تو المصدر. to go to work. letter b هي اجابة صحيحة. he pays not little attention. little يا جماعة بتاخد صو. من الحالات الشازة. little و few ومني ومتش. لتر ايه هي الاجابة الصحيحة. زي ما انت شايف في النص التاني من الجملة فيه تو كم. تو المصدر. اهي. وبالتالي انا عايز ايما تو زائد صفة ايجابية. الصفة سلبية ايما صفة حلوة ايجابية زائد نف. انا عندي هنا كلمة اه روم. روم اه دي تعتبر ايه? روم دي تعتبر اسم اصلا ان هي الصفة. طب هو ينفع كده? اه ينفع. ينفع اقول enough room. enough room معناها مكان كافي. هو enough بيتيجي مع الصفة ولا مع الاسم. enough ممكن تيجي مع الصفة بس تبقى الصفة اولا ثم enough. وممكن تيجي مع الاسم واقول enough زائد الاسم. enough room enough sugar enough rice enough زائد اي اسم. وطبع الروم هنا معناها مكان مش غرفة. يوجد مكان في العربية لتلاتة. enough room لترديها ليجابة صحيحة. number 52. I have got so much work to do. and احمد has too ايضا. اتفات معاك ان too ممكن تيجي في اخر الكلام بمعنى ايضا. number 53. it was not for us to ghost king. too المصدر. too المصدر في نصف الثاني من الجملة هيبقى عايزين قبلها. اما too زائد صفة وحشة. اما enough بعد صفة ايجابية. طيب هو عايز ايه? هو عايز go skiing. يذهب لتزلج. يبقى لازم يبقى فيه تلج عشان يذهب لتزلج. يبقى اي سيدي بالنسبة له صفة حلوة مش وحشة. يبقى اي سيناف. it was اي سيناف كانت الدنيا سلجي او مثلك بشكل كفاية. for us to go to to go skiing. ده تربية اللي جابة الصحيحة. it was not day that i went to bed early. في النص الثاني من الجملة ذات. فبالتالي انا هبص قبل النص الاول هختار يا اما so يا اما such. بس انا عندي هنا. عندك هنا so tiring a day. هي اللي جابة الصحيحة. طب هو ينفع اصلا ده يعني ينفع تكتب so وصفة. وبعدين a وبعدين اسم. اه دي حالة شزة. هو المفروض انه لو هنقول تايرنج دي بس من غير a. كانت تنفع اه نقول such. وتبقى such a tiring day. انما لو a جت قبل الاسم بعد الصفة. في الحالة دي بتستخدم so. يعني معنى ده انك بتستخدم so. في الحالة دي لانه a ما جتش قبل تايرنج. المعتاد انه بنقول such a tiring day. انما لو a جت قبل day. يبقى هنستخدم so. والصفة a والاسم. so tiring a day. she is not creative person. creative person صفة زاد اسم. يبقى نعايز such a عشان person مفرد. such a letter c. it was not an interesting book. interesting book. صفة زاد اسم. فبالتالي وبوك مفرد هو حتى an. يبقى such an interesting book. letter b. it was not a boring film. boring film. صفة زاد اسم. وطبعا في ا مع الجملة اصلا يبقى such. such a boring film. letter a. the river isn't clean enough. clean. وبعدها enough for fish to live. ليه? علشان clean دي صفة حلوة. المفروض ان يجي بعدها enough. clean enough. the river. النهر مش نضيف بشكل كفاية للسمك. to live in. يبقى نفل لترديها الاجابة الصحيحة. كده يكون انتهى الجزء الرابع من الواحدة الخمسة. اتمنى تكون المعلومات وصلت بشكل كافي ليكم يا شباب. حلنا اسئلة من كتاب جيم. الجزء الخامس هنحل امتحان. كامل على اليونت من كتاب جيم. والجزء السادس والسابع كمان. ان شاء الله هنشتغل على كتاب المعاصر. آآ علشان نحل اسئلة الواحدة الخمسة. اشوفكم الحلقة جاية. الى اللقاء.